طيب بما أننا ذكرنا عدة أسماء من اللاعبين إمام عشور كان إيه قصة عقده وتوثيق العقد الذي لم يوسق والحق ناء قبل ما يتوسق بحسب تصريحات أمير معتدى منصور لاحقا ما فيش مشكلة خالص الراجل إحنا لما جينا خلصنا وخدنا دور يه والراجل اللي كان أحد الأعمال الرئيسية من حقه خلينا نقول من حقه أنه هو يعدل عقده يعني مش عايزة أقول أرقام برضه تمانية مش عايزة أقول أرقام أنا أمسلها لك بالبلد كان بياخد قرشين وإنت بقى يعني إيه قيمها كان بياخد قرشين خلناهم سبع قرش حقه آه دي إمام عشور وزبطناه وأيمناه عشان يبقى قيمة إمام عشور دي اللي احنا شفناها ساعتها جينا سمعنا بقى مؤخرا ويمكننا عملت مدخلات بخصوص زوات إن العادي بتاعه ده ما توثقش طب أنا أعمل إيه ساعتها أو الموضوع يعمل إيه فالولد بقى يعني برضه بقى ناسته سنة معلش فيه ناس برضه نست طب أنت حتى يعني ما اشتغلتش ليه على عقد القديم العقد القديم برضه لو الناس برضه الناس بتنسى يا كابتناني عندنا خالص بتنسى جدا قال لك أصل من حقه يمشي في شهر ستة أصل من حقه يمشي مش عارف في آخر السنة عقد القديم يخلص السنة اللي جاية يناير 24 يناير عقد القديم الصيف بقى بتاع 24 يناير 24 بقى من حقه يعني هو يمشي في ستة 24 فأنت ما تقعده ده لو أنت عايزت أقعد فهو لا حتة الميشان دي أنا قناعة الشخصية مشي لغرض ما أو لضرورة مليحة ما هو الغرض اللي تقتني عمليه؟ وياريت كانت الفلوس بقيمة إمام عشور لا مش بقيمة إمام عشور خالص وده اللي مزعلني أن أنت راجل لقاعدته استفدت منه وكنتموك نبيعك أكتر من كده ومشيته عشان أنا مزنوط طب إحنا كلنا كنوا مزنوين إحنا لجنا بتاعتنا أيامنا ما كنا مش مزنوين إحنا كنا مزنوين وكنا مش عايزة أقول أنا آسف يعني كنا بنشحط بس كنا بنعرف نقاعد اللعيبة بتاعتنا الأعمال إحنا جددنا لزيزو جددت له إزاي زيزو لا دا حدوتة زيزو احكيه للحدوتة لا الحدوتة ما ينفعش أخيرش في تواصيلها إنما هو والحاج مصطفى والده من الحاج مصطفى أنا سعيد إن أنا تعرفت بيه راجل بيخاف على ابنه بطريقة غريبة والولد جدع جدا وراجل جدا ودغري جدا وفير جدا وما كانش بيتكلم على فكرة خالص والده اللي كان بيتولى العملية دي فوالده تعبنا وأرهقنا جدا في المفاوضات إنما كل واحد بيتكلم لمصلحة قبل وإحنا برضو كلنا بنتكلم لمصلحة ندينا مظبوط فإحنا ننقل عرضه ونقوله وجهة نظرنا وهو كذلك يقول عرضه وينقل وجهة نظرنا كانت ما توصلنا للاتفاق بس بعد مجهود شاقي الوحيد اللي تعبنا الوحيد اللي تعبكم اللي تعبنا لكن أرضيتوه وإنتو كمان ما حسيتوش إن انتو عملتو فوق المستطاع خالص ادينا له حقه اللي إحنا كنا مقتنعين به وهو يبقى راضي وده اللي عملنا مع كل اللعيب على فكرة ملعبش وهو بيتفوض وهو بيرهقكم بوراقة الأهلي أبدا مفيش ولا واحد ألها ولا واحد ولا واحد ألها زيزو ما ألهاش بقولك لعيبة محترمة جدا 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 اللي أرهقنا في المفاوضات بس كانت مفاوضات وده طبيعي إنما مفيش حد جاب سيري يتنادي أهلتك خدت وقتة دي أسبوعين ثلاثة علامة تذكر إنما البقين بعدتين وأسرعهم الوينش إزاي الوينش كانت سريعة كده رغم قوة وإمكانيات ده كان أول واحد اتكلمنا فيه يعني أول واحد أول ما استلمنا حطينا أولويات حطينا واحد اتنين ثلاثة أربعة يعني كنا مفنطينهم كده الاربعة خمسة دول المرحلة الأولانية وبعد كده دول وبعد كده دول لأن كان عندنا تقريبا بتاع 11 أو 11 لعيب ده عودهم هتخلص كانت في ستة فحطينا أولويات فكان أول واحد في الليستة الوينش وينش بعدنا بكرة في الحطة الفنية كان فيه كده مقر بنتجمع فيه أنا وكابتن حسين لبيب بنا خلص فيه لا ماينفعش اكتوبر ماينفعش أقولك فيه أنا ساكن في التجافة على فكرة بس بتيجي مش وار طويل الدقاري متعب برضو فطيب يا كابتن فيه الحكاية طيب هبعت لك اللوكيشن تكون موجود بكرة الساعة كذا جالنا إيه الحكاية والوكيل بتاعه ما كناش بنوعد ملعب أو وكيل واحده اللي اتنين مع بعض والكلام بيبقى دائما ملعب حكاية واحد اتنين تلاتة اربعة جاي لي عرضي مش عارف فين هو كان جاي له عرضي برقم حلو جدا برضو من الأهلي السعودي مش فاكر هو حكا في السعودي بس مش بتذكر مين وكان رقب حلو قوي أربعة مليون دولار فعلا تقريبا في الرقب تقريبا في الرينجي ده طيب الحكاية والوضع برضو بتاع النادي وانت وانت وبرضو ميزنا يعني برضو ميزنا وقرب دولار المسافات وقال لك تاني يوم جاهزت العقود ماضينا اتصورنا اعلننا بس والبقى كان كده أوباما ما كانش مرهب لأ أوباما أرهقنا في اللجنة بقى بتاعت اللوة اعماد أنا كنت بقى ساعتها مش في عضو اللجنة للمشكلة أنا كنت مع عيمان يونس في لوة عضو اللجنة الفنية آه آه برضو وكيله لا وكيله بقى اللي هو لا يوسف برضو يعني بيسمع كلام وكيله الوكيله ده كابتن حازم فتوح من أعز أصدقائي حاليا شبحان الله معايا إحنا بتدينا بشد وجذب أنا كان دايما عيبي أو تعليقي على الوكيلة حاجة صغيرة بس أنت زي ما بتحريص كل الحرص على مصلحة اللعيب بتاعك ايوا حط برضو في الاعتبار ولا وجوز شوية بسيط كده النادي وإسم النادي اللي هو بيلعب له أو اللي انت بتتكلم فيه مش أكتر من كده عشان نقدر نتوصل ونطلاقة لنقطة ما يبقاش انت ماشي في التجاهة وانا ماشي عادسك تعبكم إزاي برضو نفس كل واحد عايز أكبر حاجة يوصلها للعيب اشتركوا في القناة